اشتركوا في القناة لا بد لي من المرور به كل صباح وانا اشتاز شارع الموت او شارع 29 ايار الذي هو تاريخ مزع جيدا فهو ليس مسمى على اسم شيء مفرح كالعادة لا هذا اسمه مأت مأت 29 ايار موعد قصف العدو الفرنسي السابق للبرلمان تابعنا بالقنابل هيك سمو شارع باسم الموعد كي نتذكر دائما ان هذا البرلمان اللي بتدخلي على ايدك شمال نواحي قهوة الروضان قصف بيوم من الايام المهم ما يكون بالسياسة واجع راس السياسة وفوتات السياسة وطلعات السياسة لانه بالسياسة كل شي بيصير لكن مع هذا الذي لا بد لي من تحيته وانا اشتاز شارع 29 ايار تنذكر وما تنعاد بائع العرانيس والترموس وباقي مكملات السيران مو كل شي بيصير لا بد لي من مشاهدته او تحيته كل يوم وكل يوم اتساءل انه ليش ما في شمسية على عربانته يعني بالصيف بين شواء وبين قلاء وبتلاقي قاعد بالفي بعيد عن العربان شوي يعني مو على رأس عمله وبتجي انت لتشتري شي ارنوس لخطيبتك واخوه الصغير لكن ما بتشوف بائع العرانيس على رأس عمله تبحث عن العينتين بالعينتين وتشغل الانتين وتحرك الرادار تنظر الى حارس البنك وتستنتج بالذكائك انه ليس هو فهذا الحارس الامين انيق ايضا هذه الايام وصار ببلادنا نقطة علام ويباغتك صوت من الخلف من ظلام الفي صوت فيه كل شوب الدنيا وفعله الخرافي في جعل الدماغ مجرد اسفنجة صوت فيه تلك السلطنة الشمسية نسبة الى الشمس وليس الى الشمسية امور معليم صوت رخيم لكن نايت وممطوط ومشطوط بفعل الحرارة الزائدة ويتقدم بخطى ايقاعية على طريقة الموسيقى النقرية لكن بالطريقة الشحطية فهو بعد الخطوة الاولى يتذكر انه كان شالح الشحاطة فردة اليمين لانه كان قد سندها على اختها اليسار في لحظة تحرر كبرى للقدم من الشحاطة وتعود القدم وتشحط الشحاطة وفي الخطوة التالية تسقط الشحاطة من ارتفاع 20 سنتيمتر بسبب عدم ركوب ابهام القدم في حضيرته تماما حاكم فتكم بالحديث ان الشحاطة من نوع ابو اصبع الشهير بالكلاش الديري فتعود القدم اليمنى وتسحب فردة الكلاش وتشحطه بمعلمية بالابهام فقط اولا وترفعه الى مستوى 20 سنتيمتر وفي الهواء تتقدم الاصابع الاربع الباقية بشكل بهلواني وتدخل في الشحاطة يطمئن الابهام ان الشباب فاتوا فيفوت وتخبط قدمه على الارض هدارة ويتقدم من الزبون قائلا كم عرنوس شباب ولا نتحدث عن امطار الشتاء يعني مو معقولة كل البلد عم تدعي انه الله ينزل مطر من على صاحب بياع العرانيس وزملائه المبسطين كمان هنن بيحبوا يدعو انه الله ينزل مطر لكن المشكلة انه ما في شمسية قالوا له خود رخصة بسطة بس ما تحلم تركب شمسية منظرة مو حلو بشعة ما في شمسية بس يا جماعة الشمسية بتساعدني بالشوب وبالمطر مشان نضل واقف على رأس عملي مو زينة الله وكيلكون بعدين منظرة حلو مين قالكم انه بشعة خراس ولا ما في شمسية هيك القانون في رخصة بسطة بس ما في شمسية بشعة الشمسية مقرف الشمسية مبهدل الشمسية لا تعزب حالك ممنوعة الشمسية ممنوعة أولي شو مشان قانون منقى الشمسية مشان الله شو مشكلة الشمسية شو عندي فضول لأعرف رح جن شمسية كنتو عم تسمعوا لقمان دركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي شكراً لكم